اليوم من دقائق كلنا انتهى بدأ الشتوط التاني اعتقد والناس كلها الحقيقة في مصر متابعة المباراة وهي لمة المصريين الكرة هي مع شوقة المصريين لمة المصريين دي يعني لما يعني لها كده الهيبة بتاعتها كلنا بنبقى على قلب رجل واحد صحيح ان المباراة في كاميرون ولكن المصريين كلهم امام شاشات التلفزيون دعما وحبا للمنتخب المصري ودعما لمصر فانا بحب اللمة دي جدا بتحس كلنا كده ملمومين افتكروا كده انه دايما السينما كانت بتأكد عن لمة دي وعلشان كده من التمانينات لو نرجع لسنة 82 و83 والحد 86 هتلاقي مجموعة من الافلام قدمت الكرة المصرية بشكل علشان اللمة وعشان اهتمام المصريين رجعوا الفيلم الحريف عادل امام ووحيد حامد وقدموا ازاي الحريف والكرة الشراب في الشوارع قد ايه الفيلم ده لقى بجد اولا اعجاب جمهور الكرة لانه هو كان موجه ليهم بشكل كبير جدا ولانه اياميها فعلا حسوا صناعة السينما بان الكرة المصرية دي مع عشوقة الجماهير فتقدموا الفيلم ده هو من الافلام المهمة جدا لعادل امام ترجع بعد كده لفيلم غريب في بيتي شحات ابو كف وده طبعا كان نور الشريف ومعا سعاد حسني وكان فكرة اللعيب اللي بيجي من الصعيد وإيه المشاكل اللي بتقابله هي شبه كل اللعيبة اللي بيجوا لكن المفاجأة في الفيلم ده انه الورق راح لمين راح لكابتن محمود الخطيب لكن كابتن محمود الخطيب وقف قدام المراية وتخيل نفسه ممثل خاف وقال لا انا مش هقدر اعمل الفيلم ده وبالتالي تم ترشيح الفنان نور الشريف اللي اجاد بالفعل لشحات ابو كف ولعب كأنه بيلعب في الزمالك وحبا وطبعا عشقا للزمالك اللي بعد كده وده كان فيلم غريب في بيتي زي ما قلت لك وبعد كده كان احمد زكي سعاد حسني والمرة دي كان الدرجة الثالثة ووقتها كانوا بيهتموا بجمهور الدرجة الثالثة وجمهور الدرجة الثالثة يعني كرة انت لما تروح اي مباراة تختار الدرجة الثالثة يبقى انتك سبت احسن مكان لانك في وسط التشجيع في وسط الحضور في وسط الجمهور اللي بيحب الكورة وبيعشقها الدرجة الثالثة حالة تانية وده اللي عمله الفيلم ولكن عمل توازي الدرجة الثالثة البسطاء والناس والنفوذ اللي ممكن يبقى واقع عليهم من المقصورة والدرجة الاولى والفيلم فضل يعمل التوازي ده طول الوقت من خلال الجمهور من خلال طبعا الكواليس أحمد زاكي هو البطل اللي كان بيلعب كورة وإزاي بتعرض لكل ده لكن في النهاية السينما كانت دايما بتقدم حاجة الناس بتحبه أنا بتخيل مثلا مع الوقت ده لو فكرنا نعمل فيلم يا ترى البطل يبقى لعب كورة ولا فنان الإجابة دي نبقى نتكلم فيها بعدين خلينا نتمنى المصر الخير في ليلة بتمنى أن انتوا تناموا مبسوطين حتى بأنه فريقنا بيلعب بجد بحماس ورجالك موجودين في المعلاعب حقيقة كل المصورين والناس وكلنا قاعدين يعني بنتابع وإحنا معاكم وحننقلكم كل حاجة أول بأول